حكم المغرب ويرفضه التاريخ الرسمي من هو بن عرفة يوم السابع عشر من يونيو ذكرى وفاة محمد بن عرفة أحد أفراد الأسرة العلوية الذي حكم المغرب لسنتين ما بين 1953 و 1955 بمساعدة من فرنسا ورفض مغربي رسمي ما زال متواصلا إلى اليوم محمد بن عرفة كان أحد أفراد الأسرة العلوية الحاكمة في المغرب لذلك لم تجد السلطات الفرنسية أفضل منه لوضعه على العرش بعد أن في سلطان محمد بن يوسف لم يدرك بن عرفة كما يشير إلى ذلك المؤرخ السابق للمملكة المغربية حتى أريد خطورة الخطوة التي سيقدم عليها اتجلس على كرسي العرش فرحا غير واع بالمناورات التي حيكت ضده في الخفاء والتي قادها الباشا القلاوي وعبد الحي الكتاني الذان فكر في تنصيبه سلطانا لم يكن بن عرفة على علم بقيمة السلطة التي صارت بين يديها فكان يوافق على قرارات يصدرها مكانه الباشا القلاوي ولعل هذا ما يفسر إطلاق لقب السلطان الدمية عليها يردف المتحدث تعرض بن عرفة وفق حسن أوريد لمحاولات اغتيال عديدة أولها عندما قفز عليه علال بن عبد الله حينما كان على متن سيارته في موقب رسمي وحاول طعنه بسكين غير أن حارس بن عرفة أوقف بن عبد الله وقتله تكررت عملية اغتيال أخرى سنة 1954 في مراكش لكن محاولتهم باءت بالفشل اتعرض بن عرفة لإصابة بسيطة في اليد الهروب إلى طنجة بعد عودة محمد الخامس من المنفى وأعلانه استقلال البلاد سنة 1955 هرب بن عرفة إلى طنجة واستقر بها وفق ما يؤكده الباحث في تاريخ محمد حسين اختيار بن عرفة لطنجة كان بسبب وضعها كمنطقة دولية غير خضعة لسلطة سياسية محاددة لكن الأمور سرعان ما تغيرت وصارت طنجة تحت سلطة المغرب فهرب من البلاد التي تربع على عرشها سنتين قاصدا فرنسا منح الفرنسيون مكانة معتبرة للسلطان السابق فأعطوه بيتا فاخرا في مدينة نيس وبقوا سندا له طيلة إقامته بفرنسا كما يقول الباحث محمد حسين منع دفنه في المغرب لم ينس ملك المغرب الحسن الثاني ما فعله محمد بن عرفة بأبيها إذ رفض عودته إلى المغرب رغم استعطافه من طرف الشخصيات الفرنسية النافذة في حين سمح لبنات بن عرفة بالبقاء في البلاد وزيارة القصر الملكية كره الحسن الثاني لبن عرفة وفقا للباحث في تاريخ المعصر محمد حسين ظهر أكثر حينما رفض دفنه في المغرب سنة 1976 وقال لمن توسط له في طلب الدفن حتى لو أردت أن أدفنه فأرض المغرب لن تقبل نقل رفاته إلى فاس بعدما تم الاحتفاظ به سنتين في مسجد بفرنسا قابل الملك الحسن الثاني في الثمانينيات وبعد وسطة قادها مسؤولون كبار في الدولة نقل رفات محمد بن عرفة إلى مدينة فاس وبحسب الباحث في التاريخ محمد حسين فإن وزير الداخلية في عهد الحسن الثاني إدريس البصري تكلف بإجراءات النقل فدفن بن عرفة من جديد في قبر المهجور لا يحمل أي اسم ولا صفة ولا نسب